بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذكر احد الاطباء المشهورين اللي هم يعني كان لهم سطو اعظيمة جدا ولهم ويقف الناس طبعا عندهم طوابير يقول دخل علي رجل عامل بسيط ولما دخل قال له انا ليس معي مال ولان ادفع لياه طبعا هو الممرضة قالت له ان في واحد عايزك قال مين عايزك قال له انا ليس معي فلوس وانا رجل عامل بسيط وحتى ليس معي ايه ثمن الالاج فالحقيقة كشف عليه وداله ايه الرشيطة وداله بعض الادوية اللي كانت عنده حتى اداله ثمن الادوية الاخرى التي لم تكن عنده هذا الطبيب بيقول ايه وخلاص يعني بقول انا بعمل هذا العمل كثير يعني يعني هذا الطبيب بيقدم كشف مجانا لكثير من الناس بقوله ولكن بعد سنتين او ثلاثة وجدت هذا العامل جاي وبيقول لي ايه با بقول لي الحمد لله انتخبوني بقيت انا ايه نقيب العمال وهم طلبهم ان احنا نعمل كشف عند الدكتور مشهور وانا اخترتك على اساسها تبقى انت ايه الطبيب بتاع المصنع اللي هو بيعمل فيه فالرجل قال له شكرا ايه على ذلك يعني ولكن الحقيق الرائل الدكتور كان زيكي جدا قال ايه قال كل الفلوس التي ستأتي لي من هذه الجهة اللي طبع المصنع يعني طبع هذا العامل الفقير انا ايه سادخيرها لان الفلوس بركة طبعا هي اصلاح عمل خير واصلاح عمل صالح واصلاح تقديم تعاط قال ايه انا كنت حريص ان كل الاموال دي انا حيها على جنب طبعا دي فائدة جميلة جدا هنعرف ليه بقول فقعان تجمع اجمع 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 كل الفلوس اللي جات لي من خلال هذا العامل الفقير اللي انا عليكتهم مجانا حتى بقى عندي مال مش كبير يعني واشتريت قطعة ارض الزراعية يعني بطبعا بسيط وتم تجاهل هذه الارض بقولوا بعد حوالي عشرين سنة رغم انني كسبت فلوس كثير جدا وجدت انني لا امتلك الا هذه الارض رغم انني كسبت اموال كثيرة جدا وبعدين بقى الشيء الغريب ان الارض الزراعية دي داخلت كردول المدينة وتضاعف سعلها بارقام ضخمة جدا جدا وليقيت بقى ناس بيتلح عليها في الطلب انها تشتب الارضيان ويقول بيعتها بالتمن ضخم جدا وده تقريبا اعظم صاره انا كابنتها في حياتي طبعا القصة العظيمة دي استفيد من حاجة مهمة جدا ان الطاعات لها بركات وان الاعمال الصالحة ربنا بيبارك فيها يعني شوف الطبيب ده كسب اموال كثيرة جدا ولكن لما عالج مريض مجانا وهذا المريض تسبب له في هذا الخير ربنا يبارك طبعا لان اصلها طاع اي حاجة فيها بركة يبارك الله عز وجل فيها يبقى الانسان يكون حريص ان يخدم الخير الناس ويبقى على يقين ان هذا الخير هي دي بركة حياته وهي دي الصلوة العظيمة في الدنيا والاخرة ان شاء الله